نعلم أن ما يطرح في الإعلام أحياناً شيء والواقع شيء آخر وأنت لديك جولات وصولات والتقيت منفكرين وساسة ومسؤولين وأيضاً من الجمعيات في العمل المدني وغيره كيف ينظرون هؤلاء وتحديداً المجتمعات الغربية إلى الإسلام والمسلمين اليوم تفكيرهم هنا الحقيقة له وصفاً وصف عام ووصف تفصيلي العام محكوم بأمرين الأول بالتحولات الظرفية المعينة مثل ظرفية التطرف والإرهاب المحسوب زوراً مع الأسف على الإسلام متحديداً على ما حصل من القاعدة وداعش بناء على هذا نجد الفكر الغربي مثل غيره يتأثر بهذه التحولات وخاصة ما يصدر عن آليته الإعلامية التي تمتهينا أحياناً الإثارة والمبالغة أكثر من مبالغة دكتور أحياناً تجني صريح واتهامات شديدة تطرح في الإعلام هذا صحيح هذا صحيح نعم يحصل تجني نعم أما القسم الثاني من الوصف العام هو نظرة الغرب للإسلام كدين أو الغربيون في هذا على أقسام القسم يعتقد أن الإسلام مجرد أديولوجية مضادة وبالتالي يصعب التعامل معها إلا بالمهادنة والموادعة بل وربما المجاملة هؤلاء يرون أن تعاليم الإسلام هي تعاليم كارهة للغير ورافضة للقبول بالتعددية الدينية والثقافية بل تدعو لاستئصال الآخر عند التمكن منه ويرون كذلك أنه لا يمكن التعايش مع هذه الأديولوجية إلا بالموادعة أو المناورة أو المجاملة والتي تفرضها طبعاً تبادل المصالح هؤلاء يرون أن هذه الأديولوجية على أقسام أيضاً منها المعتدل في التعامل معه ومنها المتطرف ومنها الأشد تطرفاً ولكنهم يرون أن اعتدال البعض هو اعتدال براغماتي فقط نتكلم عن هذه الفئة الغربية وليس كل الغربية لكن لماذا هذه الفرضية؟ لماذا يعتقدون أن الإسلام المعتدل أو من يمثل الإسلام الصحيح حقيقةً هو براغماتي ويبني علاقته بالمصالح؟ السبب هو ما يصل إليهم المعلومات أحادية الجانب ومثلاً يستدلون في ذلك بنصوص إسلامية استدلالات تجيدها مع الأسف تكشف مستوى الفهم الخاطع عن الإسلام يتحدث عن هذه النصوص أشخاص لا صلة لهم بالعلم الشرعي بل ومغرضون أحياناً ومن هنا نقول بأن التصور الخاطع عن الإسلام بدأ في الواقع من خلال ذلكم الفهم الخاطع لتأويل تلك النصوص وأيضاً بدأ من الحكم على الإسلام من خلال أقوال وأفعال بعض المحسوبين عليه وأيضاً يدخلون في هذه الأديولوجية في نظرهم من يسمونهم بالستيك هولدرز أي أصحاب المصالح سواء كانت سياسية أو مادية يرون له مصالح فقط ولذلك الحوار مهم جداً وليس أي حوار بل الحوار الفعال لكن يظل أحياناً دكتور أن النظرة الغربية متشائمة عن الإسلام لكن ما هو الوصف التفصيلي لهذه النظرة نحو الإسلام الوصف التفصيلي هو بحسب قناعة وفكر كل شخص أو مؤسسة أو على نطاقة وسع كل دولة أو حتى في نطاق الدولة يختلف من حزب إلى آخر من أغلبية مثلاً برلمانية إلى أخرى وهذه الأخيرة تحديداً لها تأثير في سن القوانين المتعلقة بمراعات الخصوصيات الدينية أو عدم مراعات ذلك وحصل جدل في هذا ولذلك تجد هذه أيضاً هذه الأمور ولسيما مراعات الخصوصيات الدينية أو تفاهم هذا الأمر مختلف من دولة غربية لدولة غربية أخرى لكن بعيداً عن تنوع المصالح واختلاف الآراء وتنوع الظروف الزمانية والمكانية النظرة العامة للإسلام كيف ينظر لها اليوم هو الواقع لا يمكن أن ننفك عما أشرنا إليه من تفصيل سابق ولكن عموماً الغربيون لديهم إرث تاريخي مع الإسلام وتم من خلال هذا الإرث تصعيد الفوارق الحضارية ولذلك جاء من ينادي بنظرية صدام وصراع الحضارات وخاصة مع الإسلام مثل كتاب ساموئيل هنتينكتون عن صدام الحضارات أكد فيه ساموئيل بأن الصراع مع بعد الحرب الباردة لن يكون على خلفية الخلافات الأجيولوجية ولكن بسبب التضاد الثقافي والديني بين الحضارات الكبرى على وجه الخصوص بالغاية